انا بقولك الحقيقة عبدالرحمن انت دخلت في غيبوبة مدتها 14 سنة السلام عليكم مرحبا ومسهل يا جماعة الخير مقطع اليوم راح يكون قصة والله من زمان على القصص حرفيا والله من زمان مرة وقبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة وقيلنا شوي على 500 الف متابع لا تحرمنا هذه اللحظة قصة اليوم يا جماعة الخير مختلفة مو نفس اي قصة قد سجلتها مثل ما انتو عارفين الحياة اسلوبها غريب مرة ممكن ما تنصفك اليوم ممكن تنصفك بعدين وممكن القوي يصير ضعيف ممكن الضعيف يصير قوي دنيا دوارة قصة اليوم قصة مختلفة لأبعد درجة اول ما اسمعت هذه القصة قلت لازم اقول هذه القصة في اليوتيوب دخلنا نبدأ يا جماعة الخير بالتفاصيل قل لا اله لله وصل على الحبيب عليها افضل الصلاة واتم التسليم قصة اليوم الشخص اسمع عبد الرحمن ولكن قصة اليوم قصة من قوة ما انها قصة هذه عادي ارويها لاجيال كثيرة قصة اليوم مختلفة يا جماعة الخير يلا خلنا نبدأ قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لعام 2008 قبل ما يقارب 15 سنة من الان الشخص اسمه عبد الرحمن وعبد الرحمن هذا كان ساكن في منطقة تعتبر نائية يعني زي القرية تعرفون عيشة اهل القرى دايما تكون عيشتهم بسيطة لابعد درجة ويكون فيها الراحة والطمأنينة حرفيا افضل من المدينة بشكل كبير عنهم في يوم من الايام يا جماعة الخير عبد الرحمن هذا في اخر سنة في الجامعة وعنده اثنين من اخويا هذول يقريبين له مرة واحد اسمه خالد والثاني اسمه فهد في نصف سنة 2008 عبد الرحمن على مشارف التخرج من الجامعة تعرفون مع نهاية كل دراسة او نهاية كل شهادة يكون الشخص اللي بيتخرج يكون مرتاح لابعد درجة وفي قمة ساعاته انه راح يتخلص من هم الجامعة وتخرجه راح يكون في بداية 2009 عبد الرحمن كلم اخويالي هم خالد وفهد قال اش رايكم بعد ما نتخرج نبغى نطلع المنطقة الشرقية نغير جو بخصوص ضغط الجامعة قالوا خلاص راح نستاذي من اهالينا وباذن الله راح نكون معك قالوا عبد الرحمن خلاص ما عندكم مشكلة انا انتظرك وجت لحظة التخرج وقبل لحظة التخرج هذه خليني يعرفكم على عائلة عبد الرحمن بس راح عرفكم على ذنين اللي هم سعد و محمد هذولي اخوان عبد الرحمن تمام تمام جت مرحلة التخرج قالوا معرفتوا سعد سعد هذا الله يسلمكم شخص اكبر من عبد الرحمن واخوه الثاني محمد اكبر من سعد يعني محمد الكبير بعدين سعد الوسط وعبد الرحمن اصغر واحد من العيال دائما يقولون الولد هذا اللي يكون اصغر العيال هو الولد المظلوم في اي مكان على وجهة الارض والولد الكبير تمونا ولد ابو العريح اللي يعرف كل شي في الحياة طبعا ما يعرفش اذا شفت في البيت عندك رأى نعم دائما الولد الكبير هو اللي يعتقد انه الكلف الكل ولكن في النهاية ولا شيء يكون اليوم يجمعه الخير اللي يتجنونể يهرون فيه يتجنون في منطقة الشرقية عبد الرحمن يتجنون listening to the world وكلم فهد نصبقها في اليوم الحراني هذا تفقوا على اليوم ولكن فهد قال انا ما راح اجل قال عبد الرحمن خاص بطلعان وخالد للمنطقة الشرقية الحال ناد انت خلي فضالك رأىproof علاس له وكتابك عبد رحمن وال CI اتveninciему كيف حالك؟ shy اخوي اني محتاج فزعتك قال اسم وبشر اشتبي بس قال معاك 200 ريال سلف ايه مش عندك اكيد اني راح حقق معاه بخصوص 200 ريال عشان ايش جاء وراه سيارته شاف عبد الرحمن ان سيارة الرجال الغريب هذا سيارة جديدة سيارة غالية مستحيل انه يعني جاي يبغى ياخذ مني فلوس كده بس قالوا ش سلفت قالني ابغى اصحب من الصرافة والصرافة لعات الصرافة حقتي اللي خذت البطاقة الصرافة دخلتها خذت البطاقة حقق الشخص الغريب هذا لازم اروح لقل فرع عشان اطلع البطاقة تعرفون حنا في 2009 ما في الحساب عن طريق ابل بي او عن طريق البطاقة كان الذكريام حرفيا من ناحية التطور الاكتروني كان ضعيف لابعد درجة كان الجوال يالله انه بس يتصل يرسل رسالة نصية ولي معاه جواله بكاميرا هذا هو اصل مرحلة صعبة من الغناء الفاحش المهم يجمعت الخير يعم عبد الرحمن منطي بنية وعطاه المتين ريال هذي الشخص الغريب قال عبد الرحمن عطني رقم جوالك لاني راح اردلك الفلوس هذي قال لعبد الرحمن انا ما معي جوال ولكن صديقي معاه جوال خذ رقمه واذا جاء الوقت اللي تبغى ترد فيها الفلوس رد فيها الفلوس واذا ما اجبتها اللهم حللك وبايحك يعني ما ابغى منك شيء وقام يدعي للشخص الغريب هذا الله يعطيك العافية وشكرا على الوقفة هذي وما راح انساها لك والله العظيم شيء غريب شيء غريب يا جماعة الخير حد لا ما بدت القصة هذي كلها تفاصيل ويطلع عبد الرحمن عطول لطريق الشرقية وقال ميت خوية قال اسمع انا سلفت الشخص اللي قبل شوي فلوس رامتين ريال اذا كلم كيبغى يرجع فلوس قل لي لاني انا عطيتها رقمك قال خلاص ما في مشكلة ويبشر بعدين عبد الرحمن يثق الشخص هذا فقه عمياء فقه عمياء الممراحلوا المنطقة الشرقية وقعدوا فيها ما يقارب ثلاثة ايام وهم راجعين هنا صارت طام الكبر وهم راجعين يا جماعة الخير كانوا يمشون على مهلهم ما هم مسرعين نهائيا فجأة مالت السيارة صدمت في احد السيارات الثانية وحادث كان قوي الابعد درجة ولكن جهة الضربة كلها عن طريق عبد الرحمن فهد ما عليه اي جهة من الحادث المهم صار حادث قوي والحادث هذا يسمع اي شخص على الطريق وقفوا الناس يساعدون فهد طلع من السيارة سليم يبغى الان يطلع عبد الرحمن إلا جاه شخص مسرع قال لا تسحبه انتبه ممكن فيه كسور لازم الاسعاف تجي هيلي تطلعه المهم صدق انتظروا لين جاء الاسعاف وطلعوا عبد الرحمن ولاحظوا ان كان فيه كسر في الرقبة وخذوه على طول مباشرة للمستشفى وهم على الطريق قام خوي عبد الرحمن يتصل على اهله او شيء يتصل على اخوه الكبير اللي هو محمد قال لا يا محمد ترى اخوك عبد الرحمن صار لحادث هو الحين نقلينا للمستشفى على طول محمد قال لا اسكت لحد يدري انا راح اجيك الان اهم شيء امي وابوي لاحد يدري منهم نهائيا قال لاتشي الهم انا ما اتصلت الا عليه كان خايف اخوه عبد الرحمن انهم يعرفون الاهل ويتصير معمعه وزعزعه داخل البيت والله صدق ما قعده اللي يمكنني نص ساعة او ساعة الا هم في المستشفى وانتظر اخوه عبد الرحمن يبغى الدكتور يجي طمنا قال ان اخوك لحد الان ما استفق مننتظره بس يقوم عشان نتأكد من الاشياء الثانية اللي داخله يعني تخيله شخص لو متخرج صار لحادث وهو على طريق سفر قال انتظر لما يصحى بس وان شاء الله ان كل شيء راح يصير في التمام وباذن الله ما فيه الا العافية ولا تشيل هم ما يصيبنا الا ما كتب الله ولنا هذا كلام الدكتور الاخو عبد الرحمن ايوا يا جديد من هنا بدت قصة اليوم مر الشهر الاول مر الشهر الثاني مر الشهر الثالث والرابع عبد الرحمن ما قام ولكن الكل يدعي ان عبد الرحمن يقوم بالصحة والسلامة الكل يدعي من اولا الاخرة الكل يدعي عند هذا الشخص يقوم بصحة وسلامة لان الشخص هذا كانوا اهلا يحبونها مرحة دائما الولد الصغير في البيت هو الاكثر حرفيا حنية لاما وابوه سواء كان ولد او سواء كان بي المهم مرة الايام الربع ينتظرون ما صحة عبد الرحمن يحاولون ما صحة الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث يذكرون الشخص اللي قابل عبد الرحمن في المحطة تصل على صديق عبد الرحمن يبغي رجع للفلوس قال لها انت وينك باجي رجع لك فلوسك ما ادري ايش قال لها خلاص تعال قابلني صاروا كلهم ساكني في نفس المنطقة قال تعال قابلني عند بيت الرجال تعطي الفلوس اهله لان عبد الرحمن صار لحادثوي وله ثلاثة شهور الان منوم في المستشفى ودع الرب يشفي فاق صدره صاحب الحاجة اللي طلبها من عبد الرحمن ووفرها له عبد الرحمن سمعت مقولة تقول يموت كل من في الارض الا صوانع المعروف ما يموت نهائيا فصوانع المعروف تقي موتات السوق وقعنا زي كذا الموضوع او الحديث جال رجال غريب عند خوية عبد الرحمن خوية عبد الرحمن قال ميد الرجال الغريب ترى هذا بيت عبد الرحمن اقل باب وعطي الفلوس اهله قال لها ما اقدر اعطي الفلوس اهله نهائيا ليه قال لان اخاف انهم يحسون بالفلوس وانا مستأمن على الفلوس هذه طبعا 200 ريال قبل كانت 200 متين يعني مو متين ريال بعطيه وبعدين اجي مرة ثانية اعطيه اذا طالبني لا والامانة عالية ذي كل ايام قال خلاص ما في مشكلة انتظر رجالين يقوم وعطه انتظر الرجال هذا اسبوع وسبوعين ثلاثة سابيع سبحان الله في ناس يسلفهم فلوس يحسون ان عليه جبل لازم يرد الفلوس في ناس سلفهم فلوس ولا يهمه ولا شي ولكن هذا من الناس اذا سلفته يحس انها جبل ودين لازم يرده خاص سلام الله يسلمكم كلم خوي عبد الرحمن قال اسمع فلوس هذه عندي اللحظة اللي يقوم فيها عبد الرحمن انا راح اردها له ولكن انا راح اسوي شي وتمنى انك توافقني على هذا الشي وان شاء الله انه يكون خير قال وش الشي قال ما لك خص فيه بس ان شاء الله انه يجي بمردود كويس العبد الرحمن ناخذ بريك وارجع لكم بعد ساعة مساك نسف الشاي ولا لقاهو اجمعات خير اخرى نرجع اجمعات خير للسنة الثامنة السنة هذه صارت فيها احداث وعبد الرحمن داخل الغيبوبة ومن احد هذه الاحداث توفى الاخو الكبير عبد الرحمن بسكته قلبية اللي هو محمد باقي الان سعد مع عائلته مع ابو عبد الرحمن وام عبد الرحمن ما عندهم بنات داخل العائلة بس يعني بيتهم الحين ما فيه الا سعد ام عبد الرحمن وابو عبد الرحمن ثلاث اشخاص بس وصارت الحياة قاسية عليهم بشكل مرة كبير لان محمد هو اللي كان شاي للبيت من الى من ناحية مقاضي ومن ناحية اشياء يطلبونها اهله سعد كانت شخص وضيفته على قد حاله بليالله تشيله اصلا بعكس محمد اللي كان راتبه مرة عالي ولكن انه مع العسري يسرع استمرت الحياة سنة سنتين سعد مضغوط عليه بشكل مرة كبير مو قادر يتحمل الضغط اللي هو فيه طبعا اكيد مخهم نسوا اصلا فيه شخص حي اسمه عبد الرحمن ولكن فيه غيبوبة ينتظر رحمة ربه عشان ربي يخليه يطلع على هذه الدنيا من جديد مرت السنة الاولى مرت السنة التاسعة والعاشرة نسوا عبد الرحمن بشكل نهائي يوم من الايام وقرروا عائلة عبد الرحمن انهم يبيعون بيتهم وينقلون الى مكان ثاني والمكان هذا يبعد عن بيتهم اليوم كانوا ساكنين فيه ما يقارب مئة كيلو يعني من منطقة الى منطقة مختلفة وكان البيت كبير واستبدلوه ببيت صغير عشان يبقى معهم فلوس زيادة ويخلونها مؤونة للبيت الحياة كانت صعبة مرة يوم من الايام بعد ما يقارب 14 سنة من هذا الحدث في 2023 في شهر اثنين صحى عبد الرحمن من الغيبوبة بعد ما مرت 14 سنة يا جماعة الخير قفزة كبيرة في المستقبل تطور غير طبيعي كيف عبد الرحمن راح يشوف الحياة الان اول ما صحى عبد الرحمن الا الممرضات اللي حول عبد الرحمن على طول مباشرة نتوجه للدكتور المسؤول عن حالة عبد الرحمن قال ان عبد الرحمن صحى من الغيبوبة بعد 14 سنة يا دكتور الدكتور ما توقع الحدث هذا على طول شال نفسه وتوجه على طول الغرفة اللي منوم فيها عبد الرحمن اول ما دخل الدكتور شاف عبد الرحمن على السرير اهلا وسهلا عبد الرحمن ولا يبغي يبين لعبد الرحمن انه ترى مرت 14 سنة وانت في غيبوبة قال لعبد الرحمن كيفك اخبارك طيب عبد الرحمن مراضي يستجيب بشكل كبير ولكن كانت تبين الحالة انه بصحة وعافية وانه كويس ولكن كان يحس بضعف في عضلاته وجسمه يحس انه نام نومه طويله ما يقارب نام يوم كامل هو يتوقع انه نام يوم كامل اخذه الدكتور وقام يسولف معاه قام يطرح له بعض المواضيع ومن هذه المواضيع قال لعبد الرحمن الحمد لله انك بصحة وعافية عبد الرحمن متوتر الحين شو السالف يا دكتور طمني صاير قال له الدكتور عبد الرحمن وحاول تتذكر اخر شي صار قال له يا دكتور انا ما اتذكر الا صار لي حادث على طريق الشرقية هذا ليتذكره فقط من معاك طيب ما ادري ولكن الذكر اخر موقف صار لي حادث فقط بعده اختفت الدنيا عندي بشكل كامل لاحظ الدكتور عبد الرحمن شوي ممكن يكون فاقد الذاكرة ويتذكر اشياء لحظية طبعا الدكتور قال خلاص طلع من اخلى عبد الرحمن في غرفته وطلع من الغرفة راح يبغى يتصل على اهل عبد الرحمن اول تعرفون كانت فيه الارقام الثابتة حقة البيوت في التصل رد عليه شخص مختلف قال له نعم قال له انت الفلان الفلاني ولدك عبد الرحمن قال له لا اخوي انت غلطان قفل السماء ايوا هنا الدكتور ما يدري شو يسوي حرفيا في معمعة غير طبيعية قرر الدكتور في هذه اللحظة انه يروح ويقعد مع عبد الرحمن بشكل مباشر ينتظر دواما ينتهي والدكتور كان متحمس يبغى يعرف الشخص هذا اول مرة يقابل شخص صاحب نغيبه وبعد 14 سنة يبغى يعرف وش صار وش صار في حياته هل هو الحد الان يدري انه مرة 14 سنة او لا ويقول عبد الرحمن ما كنت اتذكر اي شي هل الدكتور يدخل عليه قال نعم المهم قام الدكتور يسولف مع عبد الرحمن بشكل كبير عبد الرحمن انت بصحة وعافية والحمد الله وربي منعم عليك وانت بخير وحمد الدكتور هو يقول ماذا الدكتور يا دكتور طيب شفيني ليه ليه التخويف هذا انت قاعد تخليني اخاف علمني وشفيني خلني ارتاح مرة واحدة قال انا بقول لك الحقيقة عبد الرحمن انت دخلت في غيبوبة مدتها 14 سنة شلون كيف يا دكتور صاير تكفى يا دكتور قل غيرها والمشكلة الاكبر يا عبد الرحمن ان حاول اتصل مع اهلك رد عليه شخص مختلف فاتوقع ان اهلك نقلعوا من البيت اللي كانوا فيه ونرقم حقهم باعوا حق البيت قام الدكتور يحاول يهيئ عقل عبد الرحمن عشان يتذكر اشياء القديمة الحمد لله ان عبد الرحمن تعافى بشكل يعني ما نرر نقول شكل كامل بسبعين بالمية صار يتذكر من عنده اخوين وعنده ام وابو قال يا دكتور انا ايها تذكر عندي ابو وام واثنين من اخواني وينهم قال تعرف اسماءهم وحاول يتذكر عبد الرحمن قدر يتذكر اسماءهم قال لعندي اخو اسمه محمد واخو اسمه سعد وانه من الفلان الفلاني وحنا نسكن كنا في المنطقة هذه وينهم يا دكتور قال طيب اقدر اخذك للمنطقة هذه وتتعرف على الناس الموجودين هنا الصدمة الكبيرة يقول عبد الرحمن اول ما طلعت من المستشفى يا اخي احس اني ماني موجود احس كنت في العصر الحجري اشياء متطورة اجهزة شاشات داخل السيارات تطور غير طبيعي عالم مختلف اول ما قال هذه الكلمة سبحان الله لو يصحى شخص له ستين سنة متوفي وشاف الحالة اللي انه فيها الان فيها اليوتيوب تيك توك والسوشال ميديا بشكل كامل هل راح يصدق الشي اللي راح يشوفه شوي جاني ادراك اللحظة ثانية التذا هو يرى ان هذا نعيم وانه وصل مرحلة مرة من التطور كيف الجنة التي لم تخطر على عقل بشر سمحانا المهم عبد الرحمن طلعوا وخذاء الدكتور راحوا للحارة اللي كانوا ساكنين فيها يبغاه يتذكر الاماكن اللي موجودة هناك عبد الرحمن يحاول يتذكر ما هو قادر يتذكر اي شي بيتهم القديم صار مكانه بيت جديد ما يدري اصلا وش قاد يصير في الحارة حارة مختلفة قال الدكتور اجل خلاص شرايك ترجع معنا المستشفى وتقعد في المستشفى لفترة لين يجون اهلك يسألون عنك وبعد فترة من الزمن ممكن بعد اسبوعين او ثلاثة سابيع شفتوا الشخص اللي تسلف من عبد الرحمن المبلغ المادي حلم حلم وهو نايم الحلم هذا تفسيره ان الشخص صاحب الدين صحة فرجع له دينه بعد تفسير هذا الحلم على طول الشخص المجهول هذا توجه على طول للمستشفى وقابل عبد الرحمن قال يا عبد الرحمن ذكرتني قال ماذا؟ قال انا الشخص اللي ساعدتني على الطريق قال لا والله ما اتذكر ولكن ممكن اتذكرك في المستقبل قال حاول تتذكرني وقعد يشرح للطريق والوصف بشكل دقيق ويوصف للمكان والزمان والمكان اللي كانوا متوجهين له والصديق اللي كان معاه برضو قال انا اللي قلتن خويك خلى يتصل عليه اذا جيت قال انا اللي قلت لي اذا جيت ترجع الفلوس اتصل على خويه هذا قال للأسف يا اخوي ما اتذكر قال الشخص هذا ما رح ارجع لك الفلوس الا لين يرجع ادراكك لك قال لكم الفلوس اللي سلفتك اياها قال المتين ريال قال تقدر ترجحها الحين قال ما رح ارجحها لك الا لما يرجع ادراكك لك قال طيب بس قال كنت عرف اخوياي قال لي اعرف اخوياك عندي رقم الشخص اللي انت عطيتني اياه قال طيب ابغاك تتصل عليه وتعطيني اياه انا اكلمه اتصل وعطاه الرقم اي نعم وكلمه اهلا والله امسك عبد الرحمن يبغاك صحة من غيبوبة منص دم خوية عبد الرحمن صحة من غيبوبة الحمدلله يا رب عطني اياه اول ما كلمه عبد الرحمن قال له الو مشكلة وخوية قاعد يكلمه ولكن عبد الرحمن قال بالاسف ما انذكر وقفل السماعة عود اتصل مرة ثانية خوية على الرجال المجهول اللي سلف الفلوس قال لا انا راح اتواصل مع اخوه سعد وخليه يجيه المستشفى ويتكد من حالته وصدق بعد ما يقارب يومين الا سعد موجود في المستشفى يقابل اخوه بعد غياب 14 سنة وقع لوراق الخروج وخذ اخوه من المستشفى وتوجهوا لبيتهم عشان يفاجئ فيه امه وابوه اول ما وصلوا لبيت شافتها امه على طول مباشرة بكت شافتها امه على طول لمه وبكى وعبد الرحمن لحد الان ما هم الذكر وش صاير له وش الاحداث اللي صارت في حياته قبل ولكن قاعد يتذكر حبة حبة ذكر امه وابوه بشكل كويس ذكر جميع اللحظات بعد ما يقارب ممكن شهر او شهرين في شهر 4-2023 عبد الرحمن اكمل كل عافيته ورجع لحالة الطبيعية وكان يراجع في المستشفى كل شوي سأل الدكتور قال كيف الغيبوبة هل حسيت بشيء قال والله يا دكتور كأنها وهلة ولحظة لم تدرك ولم تحسب يا دكتور احساسي كأنه اغمضت عيني وفتحت لمستقبل لم اراه قطر يا سبحان الله المهم يا جمعة الخير الرجل المجهول هذا يموت كل شيء الا صانع المعروف نعم الرجل المجهول هذا يوم عرف عبد الرحمن رجع لحالة الطبيعية كلم خوية وقال تعالى ابغى تقابل انا اياكم ابغاكم بموضوع مهم ولكن قبلوا الموضوع المهم عبد الرحمن اول ما داخل بيتهم لاحظ شيء غريب ان حالتهم المدية مرة سيئة بحسب الحسرة على اهله ولكن عبد الرحمن تواصل معه الشخص المجهول هو خوية قال ابغى اقابلكم ابغاكم بموضوع مهم اول ما قابلهم الشخص المجهول هذا اللي سلف عبد الرحمن على طريق الشرقية قال لها يا عبد الرحمن ذكرتني قال والله كأني أذكر شي بسيط ولكن ممكنني أذكرك قال لا اسمع يا عبد الرحمن قلت جيتني في وقت عسر والوقت هذا كنت محتاج أي شخص يعطيني مبلغ عشان بس أوصل عيالي لمنطقة الشرقية وانت وجيت وساعدتني بمبلغ 200 ريال وقلت لي أني محللك ولا أبغى منك شي لو ما جبت ولكن يا عبد الرحمن أنا استأذنت من خويك قلت لأني راح أسوي شي بالمبلغ هذا بالمبلغ هذا دخلت فيه في العمل الرقمية كان أول ظهور لعملة البتكوين في 2009 شاريت بالمئتين هذي كلها بعملة البتكوين والآن يا عبد الرحمن المبلغ اللي عندك الآن يفوق الستين مليون ريال يا الله شلون؟ ستين مليون لي أنا؟ قال لا إيه يا عبد الرحمن عندك ما يقارب ستين مليون ريال وقفتك لي ما خلتني أنسى هذا الفضل لك أبدا والآن بما أنك تذكرت أقدر أسلمك أمانتك اللي كانت في ذاك الوقت مئتين ريال فقط عطاها الفلوس وسلمها المبلغ الضخم هذا فسبحان الله والله العظيم سبحان الله في ناس يغنيها ربي من لحظة ضعف ويبدلها ربي أشياء ما كان يتوقعها والعوض قريب وخذ عبد الرحمن المبلغ الضخم هذا وراح مباشرة إلى أبوه وأمه وأخوه اللي باقي معه وقسم المبلغ بالتساوي عليها وعاش عبد الرحمن من ذاك اليوم في عز بعد ما كان من مرحلة فقر وكان طالب وكان يبحث عن رزقة في ذيك المرحلة وكان شيء الهم بعد الجامعة كيف راح يتوظف بعد تعاب عنا مصباح من الأغنية إلى هنا وصل نحية مقطع اليوم كان معكم وسامة تمنى أني رويت قصة اليوم بشكل كويس يا جماعة الخير وعجباتكم ستب لي رايك تحت في الكومنتات عن القصة هذه ووضعه تنسى تضغط على لايك بقي نشوع الخلس مئة ألف نشوفكم في ماللايك جمعات الخير حلام عليكم